السلام عليكم ورحمة الله هذا أمر طبيعي هذا أمر طبيعي لأن رياضة كرة القدم فيها الرابح وفيها الخاسر وهذا الفريق فرح الشعب الجزائري لمدة أكثر من ثلاث سنوات وخروج انتاءه المبكر أمس ما هيش نهاية العالم وما هيش هي اللي تخلي البعض من أبواق إعلام نظام العسكر العفل يفقد صوابها هذا فريق به نجوم فرحونا خدينا كأس إفريقيا في 2019 خدينا كأس العرب في قطر منذ أقل من شهر هذا لا يعني أنه منين وقعت له كبوة البارح وما وقدرش يواصل مشوار كأس أمم إفريقيا وهي نهاية العالم هي نهاية العالم فعلا للنظام العسكر والأبواق انتاعها هي فعلا نهاية العالم لأنه الشعب الجزائري الفرحة انتاعه بالفريق الوطني ما هيش هي نفس الفرحة انتاعها نظام شنقريحة وتبون ولا الأبواق الإعلامية كما حفيظ دراجي تارين الحياة هدو فرحة انتاعهم ما هيش هي فرحة الشعب الشعب فعلا يحب دايما الفريق انتاعنا يكون رابح ودايما يكون بطل ويوصل الأعلى للمراتب وهذا طموح كل الشعوب كل الشعوب التي تنصروا فريقها ما هيش فقط غي الشعب الجزائري ما هيش فقط الفريق الوطني الجزائري قلت لكم الحسرة انتاع نظام العسكر كانت كبيرة البارح الحسرة والصدمة انتاع نظام العسكر كانت كبيرة لأنه كانت دائما كانت دائما يتاجر بالشباب هدو انتاعنا بالأبطال هدو انتاعنا منذ منذ نهائيات كاسفريقية الأمم اللي صارت في مصر وإن كان الحراك يغلي في شوارع الجزائر النظام راهن كثيرا على الفريق الوطني راهن كثيرا على الفريق الوطني باش يدج العقول الجزائريين وباش يخليهم يصرفوا النظر على ما هو أهم على ما هو أهم الأبطال انتاعنا البارح هزيمتهم خلات أنا شخصيا أعتبر أن الهزيمة اللي اللي تلقاوها البارح شغل تخفف عليهم الضغط لأن نظام شنغريحة ضغط عليهم كثير لأن نظام شنغريحة وجمعته داروا لابريسيون على الكيب ناسونال داروا لابريسيون باش علاش باش الانتصار متاحهم يستغله نظام العسكر القدير ويفوت به الأجندات ويخلي الشعب ملته فقط بكرة القدم باش الشعب ينسى ينسى ما هو أهم وما هو الجاد لأن الأمر الجاد هو إنقاذ الوطن من هذه العصابة إنقاذ الجزائر وإنقاذ الوحدة الوطنية هذا الميضان يخلي الشعب لاهي في الزيت وفي الحليب وينتظر انتصارات المنتخب الوطني باش ينسي الشعب ينسي الشعب على الأمر أكيمي قد حكم الجاد ويطلق العنان للأبواق انتاءه اللي تحاول تتقرب منه اللي تحاول تتقرب منه باش تخدم المصالح انتاحها وعلى رأسهم القذر القذر وقليل والحياء وعاديم التربية وبين بشي وندعيلة هذا اللي يشتغل في قناة بينسبور الإعلامي ما يسمى بالإعلامي حافي الضراجي اللي يبدو أنه أقبل الأوامر أو أنه ينفض الأوامر انتاع سيادة نظام العسكر باش ينال رضاهم ويحصل على الامتيازات من خلال التهجم على المغرب من خلال التهجم على المغاربة وعلى شرف المغاربة المغاربة اللي خرجوا فرحانين وأنا شاهد بأم عيني خرجوا فرحانين يوم انتصر المنتخب الوطني واحد الفرحة لا يمكن لكم تصورها والتي بثتها قنوات العالم فرحة من القلب المغاربة آنذاك في 2019 فرحوا من القلب المنتخب الوطني والمعين على قصر المرادية كان قالها وصرح بها عدة مرات خصوصاً عندما دار الحوار مع قناة روسيا اليوم وقال باللي المغاربة خرجوا فرحانين بل أكثر من ذلك الملك محمد السادس أشار إلى فرحة فرحته الشخصية وفرحة الشعب المغربي في خطابه الذي على ما أعتقد في عيد العرش يعني بعد فوز الفريق الوطني كاس في فريق ويأتي القذر اللي مشي راجل خطر أن كنت كان راجل ما يتكلمش هذا كلام في الخاص الوحدة تكلمت معاه ويرد عليها بتبكى الطريقة ويقذب في أعراض وشرف المغربيات هذه قذارة وهذه قلة الحياة وهذه تبين المستوى داع هذا الشخص ليبدو أنه مشي متربي يبدو أنه ما تلقاش في صغرات تربية اللي يتخليه ما يكونش كلام كما هذا لأن الإنسان المتخلق والإنسان اللي عندها علاش يحشم ما يقولش ولو في الخاص كلام مثل هذا في يتكلم ويقدف في عرض المغاربة من وجه الكلام يا يا من لا أتشرفه بذكر اسمه انت الغاية انتائك معروفة وأنك تنال ريضا العسكر تنال نظام العسكر هرفت باللي طريقة الوحيدة باش تنال ريضا العسكر هو تتهجب عن المغرب نظام العسكر اللي عمل منذ في الفترة الأخيرة على الزرع الكراهية على الزرع الكراهية بين الشعبين الجزائري والمغرب ويبدو أن انتارك أحد أهم الأدوات اللي تعمل على زرع الكراهية والمؤسف أنك تشتغل في مؤسسة محترمة اللي هي بين سبورك اللي هي في بلد يدعو قطر دولة قطر تدعو دوما إلى رص الصف العربي وأن هالكلام والطريقة التي تتكلم بها لا تشرفش دولة قطر وما تشرفش المؤسسة الإعلامية اللي تنتمي إليها منين رهم أزاز عليك وتبغيهم كما هكا روح ولي يرجع علاش رجع ودخل تزير علاش تمارس القذارة انتعك انطلاقا من بلد عربي علاش تمارس الدناء انتعك وقلق الحيانتعك انطلاقا من بلد عربي انطلاقا روح ولي لبلادك وسب وشتم يا قليل الحياء على خطر موالف وعندك تربية انتع الناس اللي ما عندهم ش الأخلاق لأنك وكانت تربيت تربية أخلاق وناس محترمين ما تقولش كلام مثل هذا اللي انتشر كما عرف الهجيب وسائل التواصل الاجتماعي يعني شغل انتايا وطني تتبغي زالجريان انت اخر واحد يتكلم عن الوطنية لأنه كانت تتهمك الوطنية ويهمك الشعب الجزائري وقرأ تنتقد هذا نظام الحكم اللي راه يذل في المواطن الجزائري وخليه يدير صف على الزيت والحليب لكن كانت تتهمك مصلحتك وقالوا لك مصلحتك تمر عبر التهجم على المغرب والمغاربة يا عديم الشرف تتكلم بتلك الطريقة وبتلك الإساءة المهينة يعني بكل صراحة رك تلو وتنتا وتشو صورة المؤسسة الإعلامية لما تتشرفش باش تكون هي المفروض أنه لاجب إيقافك وتأديبك لأنك ركب حاجة إلى التربية ركب حاجة إلى عادة التربية لأنك أسأت إلى صورة المؤسسة هذه لانطلاقا من موقعك بحكم أنك تشتغل فيها قدفت في شرف بلد الجار قدفت في شرف المغربيات وهذا وهذا يطلب أن تتحرك المؤسسة الإعلامية ضدك وضد أنتالك ممن يخدمون أجندات نظام العسكر ليعمل على زرع زرع الكراهية بين الشعبين المغربي والجزائري بل تعدى من الأمر من ذلك تتونسى ما سلكوش من كلامك يا قليل الحياة إذن هذا النظام من خلال استثماره في انتصارات المنتخب الوطني توقف توقفت البارح المتاجرة توقفت البارح التجارة توقفت التجارة توقفت توقفت يريد يريد الفريق الوطني بالنجوم بالأبطال على رأسهم المدرب القاتير جمال بالماضي كانوا يحققوا الانتصار متاعهم ومن ذلك ومن ذلك نحن نظام حكم لا يستغل بقذارة ي Sale الانتصار والنتائج التي حققها الفريق الوطني لكن للأسف للأسف جاء في واحد التوقيت عندنا نظام حكم ما يحشمش عندنا نظام حكم يزرع الكراهية عندنا نظام حكم قادر ولي حكمينه ديفويو لي حكمينه ديفويو ما يحشموش يحاولوا فقط استغلال هاد الشباب باش يخضروا به الشعب والبارح وما كملت تجارة انتهى وغاد يحاولوا كما يقولوا يشغل يديروا المكسيموم يفون المكسيموم باش كاش ما يحقق الفريق في المستقبل اي خطوات والانتصارات يستغلوها المستوى الداخلي باش يزيدوا يخضروا الشعب انتاءنا باش يزيدوا يكذبوا الشعب انتاءنا اللي خاصة يعرف باللي المعركة انتاءه والمشكلة انتاءه الاساسي ما هيش قضية كرة قدم ولا الزيت ولا الحليب لا والتغيير الجدري لمنظومة الحكم هو اسقاط نظام حكم فاسد اسقاط نظام حكم مجرم سفاح تقضى على امل الشعب الجزائري وضيع لنا الكثير ضيع التنمية ضيع الاموال انتاء الشعب الجزائري واصاب المنطقة انتاءنا بالشلل وها هي الابواق انتاءه تعمل على زرع الكراهية تعمل على زرع الكراهية بين الشعبين الجزائري والمغربي المغربة اللي راحوا شجعوا كوديفور وانمل عندي مبدأ ان كل واحد حر كل واحد حر في تشجيع اي منتخب يراه كانت فقط ردت فعلي لانه تحسوا بتعنف في الظهر الغدارين تعهد نظام العسكر الغدارين كانت شوفوا الاحتفالات في 2019 لا يمكن لكم تصور ذلك ورغم ذلك رغم ذلك المغاربة رغم ذلك ماشي هادك الاحتفال يعني ولا كما راي تم تصوير هالأبواق نتينة متع نظام العسكر لا أبدا الكثير ممن انتصلوا بي قالوا لي نتحسر على هذا الحال نتحسر على هذا الوضع هذا الوضع اللي مسؤول عليه نظام العسكر اللي مسؤول عليه نظام العسكر بسياسة الشحن الإعلامي اللي يمارسها يوميا ولي يقدف أعراض المغرب يتمثل رموز دولة المغربية وهذا يكرس الكراهية والعنصرية نظام عنصري ونظام حقود ونظام مشكوك رموز تعه في جيناتهم هادو ما عندهمش الانتماء روح الانتماء المنطقة المغربية هادو أعداء المنطقة المغربية بل أعداء الوطن بالأساس وعلى هذا يجب عدم السكوت عن هذه التهجمات والهجمات اللي تصدر من طرف نظام قدر من طرف نظام فاشل فاشل قاعد يستنغي كرة القدم ما يحققش انتصارات في ميدان واحدة في شلع المستوى الديبلوماسي في شلع المستوى الاقتصادي قاتلها غي كرة القدم قاتلها غي كرة القدم يتاجر بيها قاتلها فقط كرة القدم الطريق الوحيد اللي يقتري شكلها ولا طوق الناجات جيليت صفتاج اللي يتشكل لهذا النظام باش يستمر في الحكم التاع هادي من جهة ومن جهة عينه يوميا على أسعار النفط يشوف أسعار النفط إذا طلعت ولا هبطت تطلعت رحم سولاجي إذا هبطت رحي يقعد يخمم هذا نظام هذا نظام حكم هذا نظام كرتوني هذا ما هوش نظام حكم في مستوى بلد كما الجزائر إذن الانهزام تع الفريق الوطني وخروجه المبكر من كأس الفريقية قد تكون رب ضرة نافعة قد تكون رب ضرة نافعة من أجل الوطن من أجل الجزائر لأن الجزائر في الوقت الحالي رها بحاجة إلى إصلاح سياسي الجزائر في وقت الحالي ما هوش همها هو كرة القدم تحديات أكبر بكثير من فوز أو انهزام من فريق الوطني تحديات انتع لبلادنا وكيفاش نخرج من الأزمة السياسية اللي ضرتنا داخلياً وضرتنا على المستوى الخارجي وكلام الأخير من وجهها الأبواق نتنا وعلى رأسهم القدر عديم التربية لرافق قطر شد فمك وتربع وإلا ستندم على القدر التي تتفوه بها من خلال فمك ومن خلال قلمك لأنه لا يعقل أن الشخص كي وصلنا في سارة الناج ويكونوا عندهم متابعين ما شاء الله أنه ينحط لهذا المستوى ويستعمل الكلام السوقي والكلام تعليفوي وتعليكلوشار أعيب عليك أعيب وتقول أنا المثل الجزائر أعيب عليك أعيب عليك أكتفي بهذا القدر وليما ويتم معكم في حلقة أخرى لا تنسوا هاشتاك طرد الكوليساريو من الاتحاد الإفريقي شكراً على مشاهدتكم وتتبؤكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته